لدينا باسيمة الهريسة عبارة عن نصف كيلو دقيق سومولينا اللي هو السميد بتاع البسبوسة 250 جرام سكر 125 جرام جوز الهند 100 جرام دقيق أبيض هذه المرحلة الأولى نضيفهم كلهم كده أدي الدقيق أدي السكر وأدي جوز الهند نقلبهم مع بعض ونشوفوا المرحلة الثانية المرحلة الثانية السوائل عبارة عن 50 جرام عسل جوز 150 ميلي جرام لبن سمنة 100 جرام أدي 100 جرام سمنة أدي اللبن وأدي عسل الكولوكوز هذا هذا عسل الكولوكوز أهو كده أهو هجيب ورقة بقى عشان أفردها في الصينية عشان متنزقش مني ههو طيب مادة دهنية وأدي الورقة بتاعتي وأرض ومادة دهنية أهو أخذ نصف الخريط اللي عندي أهو كده أهو المكسرات هذه الغلوكوز أهو كده 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 لازم كلها تتجانس خريط اللي عندي بقية الخريط اللي عندي أهو سأقوم بتسكينة صغيرة وقصت زي ما نريد سنقول باسم الله الرحمن الرحيم كده كده بقى بدخلها الفرن آه ماشي بعد كده قفل عليها ولا السحر ولا شعوازة وطلحها تأخذ درجة حرارة مية وتمين درجة مقوية لمدة خمسة وعشرين ديالة اوما نكون عام النصر